طلقت في الخامسة مساء اليوم السبتميران الزمالك الوحيب بالكاميرون استعدادة لمواجهة إلكت سبورت بذلك في ذهاب الدور التمهيدي دوري أبطال أفرخيا بيعست الزمالك وصلت مساء أمس للكاميرون ورفض فريرة أنه يعمل تدريب عشان يتفادى الإجهاد على اللي السجايين من صفر طويل جدا فمش هينفع نعمل تدريب دلوقتي والتدريب كان النهاردة وإن شاء الله دلوقتي حلام يتوجهه للفندق علشان ياخدوا بقى المحاضرة الأخيرة علشان يتكلم معنا سيعني بشكل بسيط الرحلة طويلة جدا ففريرة قرر أنا مش هعمل تدريب مبارح أنا وصلنا مساء أمس كان ممكن يعمل تدريب مبارح فور ووصول البعثة زي ما عمل في قطر أو ما وصله لكن الوقت السفر يختلف فرق مسافر ساعتين أو سفر سبعة أو سفر ستة أو سفر تمانية التوقيب بيختلف اللعيبة قاعدة إزاي وإنه عمل إزاي والراحة عاملة إزاي فلو عمل تمرين دلوقتي أنا بجهد لعبتي بعمل لود عالي جدا على اللعيبة فقرر يبقى في راحة مبارح اللعيبة تعمل استشفاء وتنام وتصحى النهاردة في شكل جيد ويبدأوا النهاردة يعملوا تدريبهم يكونوا جاهزين التدريب كان الساعة خمسة بتوقيب كاميرون ستة بتوقيب مصر وخلصوا التدريب التدريب ما كانش برضو فيه أعمال عالية بدنية لأ كان تدريب بسيط بدني بسيط اشتغل على بعض التاكتكس كان أهم حاجة يمشوا على أرضية الملعب ويجربوا الملعب التمرين عملوا فيه شوية إطالات بعد كده تقسيمة بين فريقنا للزمالك وكان فيها روح عالية جدا من اللاعبين وشغل عالي جدا من فريرة وشغل على بعض الجمل بعد كده توجهوا من الملعب للفندق الإقامة اللي بيبعد تقريبا أربعة كيلو من الملعب وزي ما اسمعنا أم عالي السفيرة زمالك كل حاجة مفصول عن كل النزلاء علشان يكون فيه هدوء وفيه استقرار وعشان نحافظ على لعبتنا من أي مرض أو أي وباء وطبعا اللعيبة بعد دقايق هيكونوا في اجتماع مع فريرة علشان يقول لهم المحاضرة اللي قبل اللقاء بيوم يتكلم بقى على القوة والضعف وأكيد فريرة مزاكر 100% التشادي